خليني حاخد حضراتكم كده الموضوع في منتها الأهمية عشان يعني كبناء كبناء لإنسان يعني زي ما بقول أو كبناء بالضبط مش الإنسان بقى كبناء الشاب المقبل على الحياة وخصوصا في زل أو في زل الأجواء بتاعت السنوية العامة والجدل اللي دايما بيبقى حواليها والنتيجة والأخر وبقرة الجراد بتقول مصادر ترجح إعلان نتيجة السنوية العامة غدا نورهان عبد الرحمن في صحفة الدستور نيفين أشرف وعمر فارس إعلان نتيجة في صحفة الشروق إعلان نتيجة السنوية العامة خلال 48 ساعة التعليم العالي انضمام 12 جامعة أهلية و7 جامعات تكنولوجية جديدة لتنسيق المقبل وعندنا اليوم السابع زميلتنا أو زميلنا لأستاذ محمود طه حسين نتيجة السنوية العامة خلال 48 ساعة وتجهيز النتيجة ومراجعة قائمة الأوائل ومصادر بتقول نسبة النجاح أعلى من العام الماضي طيب لما كنا بنتكلم على السنوية العامة والامتحانات وكنا بنتكلم على فكرة أنه في بعض اللجان بيبقى فيها غش فبالتالي بيجوليه الأمر بيحاول قدر الإمكان أن يحاول ابنه أو بنته من المنطقة اللي هو فيها اللي فيها اللي جان ما بتغشش إلى منطقة أخرى فيها اللي جان بتغش وفيه أولياء أمور كانوا واخدين هذا الأمر بحدة وإنه لو ما عملش هذا الأمر يبقى هزيمة ليه فالانتصار بتاعه يبقى أن ابنه يتنقل من اللجنة اللي ما بتغشش إلى اللجنة اللي بتغش وهذا الأمر الحقيقة في كذا محافظة مش في محافظات مش بكل المحافظات لكن عندي مثلا الإدارات بتاعت بيلا الحمول سيدي سالم التعليمية التابعة لمدرية كفر الشيخ ده من ضمن الحاجات اللي كان فيها مشكلة وعندي برضو في بعض المحافظات الأخرى زي محافظة سوهاج عندي دار السلام الإدارات التعليمية في دار السلام وإخميم وجهينة وليتابعة لمدرية سوهاج التعليمية وفيه برضو عندي في محافظة أسوان عندي إدارة إدفو التعليمية التابعة لمدرية أسوان التعليمية وعندي في محافظة إنا برضو نفس النظام بالنسبة لإدارة ناجع حمادي التعليمية التابعة لمدرية إنا التعليمية أنا بقول لحضراتكم على تصور عندي مثلا في محافظة أسيوت إدارات البداري وديروت وصدفة انا بدي حدوك برضو امثلة انا مش قول ان البلد كلها كده او المحافظات كلها كده لكن في مجموعة من المحافظات كده السيد وزير التربية التعليم او المزارة لاحظت ان في طلبات كتيرة بقى من اولياء الامور زي بقول لحضراتكم كده انه في تحويل الطلبة على اللجان دي او اللجان بعينها يعني ومن ضمن اللجان اللي انا بقول لحضراتكم عليها وده الامر مش استفز لكن بقى في انتباه جوا وزارة التربية التعليم وما الموضوع ايه الاقبال الرهيب ده في وقت الامتحانات اللي يعني ما حاولتش لمسلا قابليها يعني انت بسلا ممكن كنت وزيع جغرافي انت نقلت من بيت لبيت انت عندك وظيفة كتفي المكان ده فانقلت وظيفة ده وارد لكن حالة الهجوم او الاقبال الكبير او المشهود كده زي ما بنقول على هذي اللجان لا استرعى انتباه وزارة التربية التعليم فرحل السيد وزير التربية التعليم قال كده انه الموضوع ده استرعى انتباهنا جدا يعني من واحد سبعة لخمستاشر تمانية افتحوا باب القبول او باب التحويل يعني ايه الموضوع تاخدين بال حضراتكم فرح سيادة الوزير مطلع قرار بيقول كده بالزبط لمديريات التربية والتعليم اللي فيها مشاكل فيها هذا اللي طب لحنا لبعض المحافظات اللي احنا لقلناها لحضراتكم وقال لهم انه لازم تكون الموافقة بعرض شخصي على سيادة الوزير او على اللجنة اللي هو بيرقاسها او على لجنة بعينها الوزير ياثق فيها متواخدين بالكم من التدعيات بتاعة الامر ايه يعني الوزير بيقول بيقول للأب ارجوكم بس ناخد بال مع عملية الوعي دي لانه الوزير بيقول لأب يا ايها الأب المحترم ما تعلمش ابنك يخيش ما تعلمش ابنك انه انه انت بتعمله ايه انت بتقول له يا ابني ما تذاكرش ما تذاكرش وانا هنجحك وطبعا والدتك في البيت والدتك طالب يعني بتقول لأبوه طبعا انت مش قادر تعمله حاجة ولاد مستقبل ها يضيع لازم تشوف له حل الحل ايه يا سيدتي ان هو يروح واخده من اللجنة او من المكان اللي في انضباط في التعليم الى المكان اللي فيه عدم انضباط في التعليم هو شايف كده هو يجي تنظره كده فهو شايف ان موضوع الغش ده لا انا لازم اود ابني انا بتكلم على بعض اولياء الامور وبعض الادارات انه لازم اود ابني اللجنة اللي بتغشش هذا لا يبني انسان على الاطلاق وانت بتعوده وهو عنده 16 سنة 17 سنة انت 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 اخنين بقى لحضراتكم احنا بنعمل ايه 16 17 سنة انا برب ابني او بنتي على الغش انا برب ابني وبنتي تتحايل انا برب ابني ابنتي على انها تنف والدور على اللي هي عايزها وفي الاخر هتاخدوا برضو بالغش احتياجات سوق العمل ما بقاتش انه يجيب انه يجيب طب وهندسة و كنا صغيرين كده ونطلع ايام ايام الجامعة ايام ايام السنواء العامة اللي كان بيجيب طب وهندسة يطلعو له مزمير ويطلعو له طب له مزمار ويجيبو له فرقة مش عارف منين والمداح الامر يجيلو ويقعد يغنينه ثلاثة ايام والله البلد كان بيحصل كده محدش بقى كلامه خلاص خلص بقى خلص لانه فيه فيه سوق عمل مختلف فيه سوق عمل مختلف